اشتركوا في القناة كان من مقدماته هذا التوافق نشر بلاغ وبيان للجماعة تعلن فيه كثير من المواقف خاصة نبدأ للعنف تمسك بالشرعية أو بالقانون إلى آخره وباش نقول لمن يعنيه الأمر أننا لسنا حزبا إداريا كما قل نحن الوحيدين الذين خرجنا هذا البلاغ كله حتى الأحزاب المعارضة وصحف المعارضة لم تتجرأ على إصداره هذا البلاغ نشره في صحيفة المتاق الوطني التي كانت ناطقها باسم التجمع الوطني الأحرار هذا البلاغ هو بداية الولوجي للشرعية وتقلبت الدنيا حيث السلطات الحاكمة وقتها لم تكن تصور أنه قد تنشره فإذا أستاذ بن كيران بكل موضة هل تعتقد في ذلك الظروف صعبة أن حزبا إداريا يمكن أن يقدم على نشر هذا البيان أترك لك الجواب اشتركوا في القناة